صباح الخير صباح الخير صباح الخير اللي كانت تابع المحاضرة بتاعت البنتا كام الأخانية دي كانت آخر سلايد كنت نهيد بيها دي كانت آخر سلايد كنت نهيد بيها المحاضرة كان بتقول نهيد كتيري نهيد بيها المحاضرة نهيد بيها المحاضرة وعلى المحاضرة وعلى المحاضرة بيها المحاضرة أي صباح الخير لا يوجد حالات بيها لم يكن تكون مرة باتة حالة لذلك أي حاجة فينا جاء الحلوى في التليميق وعملنا له التكام فصلنا على كل البرامتر بتاعت الكمل الثان لقنانا مش عارفين نقوم بيشن ده فتكور سيرجري هل هو أصلاً عنده ساق فينيسر ساق فونس ساق فاشل ساق فونس جاست راي اي وش مصلاً من الاستراحة كده ندقي دكتور أحمد مصالي نسأل من بيشن ده هل ده فتكور سيرجري ولا لا يقول لك لو عياني أنا مش عمل أسأل دكتور شريك عيان ده لي مفيداني ولا لا يقولي أنا لو عياني أعمل عيان دكتور تاني يقولي طيب تبيني لوبريكت فور ون ممت وبعد كده تايني تايني وانا وأخذ نفس ماسكة ماسكة بالتكاين يقولون طيب بلوقتي يعني هعملي أنا خمس فالمحظة دي تحاول بنقلي الديبات اللي اخنا بنشوفه في عياني ممكن نبقاش عارفين بالتانتة كان دي بيشن ده ففور سيرجري وطيب أول حاجة نتكلم عليها الإكثيري الأناتومي الإكثيري الأناتومي الإكثيري الأناتومي وباستخψ مقطع کريل الضرム وسطرم خارجش أكون المهم جبره طويلة، مس vaccنا جبره التجبره yeah ونجدوا في حرارات تحضير محافظة على الأفراد المتارية قوميون لتحضير محافظة Okay, Pela G المترجم للأسفالي من المترجم للأسفالي ب AS الأon wheel torنزو Some 3A with a larger than 3A with a敲 تلك In theões대� spre Protection photo The refractive power of the epithelion Uma money just responds of 5.5 to 1.85 duellotos than the central 2 mm Darmess and 291.6 في نهاية اهمة ت receiving eth URL ضمن التجهي التي تحاول أمم ان緐 يقنع هذه الأمر هناك ثالثة parallel وهو قم دائم مستور اليدراء' النحاتё Üby�ير الظوء الزوء تمام ال؟ يتقال من who من نفاق لتريكية وفي مشاكة المكان one فعشان كده بيحصل إبسيل الهيبوثيس دي واحدة من الهيبوثيس الهيبوثيس الثانية بتاعة واحد اسمه كانلوكولوس and azimellus have postulated that changes in epithelial thickness are a reaction to decrease in biomechanical stability of the corneal وشرحوها in a study comparing epithelial thickness in untreated keratophonus patients with corneal cross-link in treated keratophonus patients and gyabo patients في عندهم keratophonus with patients spania عملوهم cross-linking with corneal epithelial thickness شافون it is statistically significant increase in corneal epithelial thickness in untreated keratophonus rival أخر يوثيس تابح الاسم من رينشفين إطال suggests that whole epithelial changes occur as a compensatory mechanism where the overall goal is to maintain symmetrical refractive surface This theory postulates that the phonial epithelium is known to adapt in order to filter stromal irregularities in an attempt to maintain a constant phonial curvature in the air-tale film interface. أول صورة دي أول صورة دي الصورة الثانية بتاعة الhyperopic ablation الفيلن بيبقى في النصف الفيلن بيبقى في البريفري وفي السنتر بيحصل تستيذن فالكثيرن بيكمبنسات البريفري وبيأخذ الشكل بقى. دي الhypothesis الثلاثة اللي كل واحد تكلم عليها ليه الكثيرن بيزيد هنا وبيقلب هنا. في كازه يستخدم عشان النعيسي لإكفيريال مابل حagleسمها Trick Mopel Microscopy Ultrasound and OCT have already been used to measure the phonial thickness. The conformal microscopy that is invasive method, high frequency ultrasound حagleسمها Arc Scan Ultimis inside the one hundred and anmost segment of OCT الا вид ile Octubu with size. الـ L'artemis in site MEA الـ Arc scans the 20-60 MHz transducers scans the eye in an arc shape motion that approximates anterior ocular permeation. It produces images of 10 mm diameter with a 1 µm resolution of the fornia. It is more accurate than OCT and the apothesitic impotence differences at its cellular stroma are much higher than لا تريد أن الإلكتبارات عن الألحدة. ثم يكون أجمع بحقايا عن الألحدة. يمكنك التحديد من الألحدة في تلك الروس. ولكنه من الألحد المفاجرة الذي من الألحدة صبيرة محدودة ونستطيع التحديد على الريطانة التي تحديد من الألحدة عند الألحدة التي ستحدثها فيها. المترجم للجهاز هنا الحتة صودة دي بيبقى فيها القفل المتلود واللقاء والباشن بيحط عين فيها فتبقى مش كده يعني بياخد وقت تكتير والباشن بيقام دايق عشان كده احنا ما نستخدم مش كتير الأمتير سيجمينت OCT it works non-invasibly and has no contact and provides cross-section and imaging كونيا was first emitted by OCT in 1994 with similar wavelengths of the light at the retina ياخد 8 radial scans from the teaphrin to the bone's membrane الفارما بين a very high frequency ultrasound will endure segment OCT لفارنا أول كولم دفت عبر رجل كونيا لهم ما لعملوش رفكتف سرجري ونحي التاني لعمل رفكتف سرجري there is a small difference in exterior mapping as OCT tends to obtain thinner value than the ultrasound and will be underestimated شوية عن الالترساب this bias is greater on average in posterior post laser refractive surgery كونيا لو شخنا الفارئي هنا هنلاقي difference في البرجل كونيا أقل كثير من الـ difference بتاع من الـ patients undergoing the refractive surgery the central epithelium is approximately 4 µ trä إي شكل الإكثالي ثلوم من القولي The average center epithelium thickness is 53.4 ±4.6 ±. It is not uniform throughout. It is about 5.7 ± thicker in the interior than the superior . 1.2 thicker nasally than temporary. The tarsus is exerting greater frictional force on the superior and the temporal region of the core. The tarsus is a very reliable indicator for ocular surface health, and it is very sensitive to underlying corneal temperature thickness . Also, epithelial irregularities often mask stromal abnormalities. It may be the earliest change in acnesia assisting patients for refractive surgery. It is a vital part in managing patients with keratophores. It is also possible to drive the stromal surface topography by subtracting the epithelial thickness data from the front corneal surface ablation. which can be used to generate a stromal surface topography guided custom adulation. It provides important information about how the eye is healing after refractive and corneal surgery. Epithelial thickness changes have also been reported after corneal collision cross-linking for keratophores and ephesia, demonstrating how the stromal surface may contribute to change and reclossaries despite that being no deductible change in surface topography. We are using patients with lacrosse linking. If we want to follow up to see if the patient got stable or not, the best thing we can see is the epithelial thickness and shift topography. Let's talk about it one more time. In Cuniascore, we decided that epithelium thickens over valice. if we look at the home to the sometime in the next month in Cuniascore, We have to look at the general tibia from left side, we have to look at the general tibia at the center. Not only it is and it feels like it is heavy, it is heavy, it is heavy, the regular tibia. And, I mean, it feels like it is heavy here from PentaCamp and it feels like it is heavy and it feels heavy. An extreme tibia is heavy-assisted neural system as a diagnostic tool صورة الصورة يعني الـ 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 بيزيد عن النورمان يعني الـ يعني شاك اللون الأزرق ده ليهو ثنين بيبقى الثن عن النورمان ويبدل يتن يتن لغاية الفونيات كلها ما تبقى الفونيات تاني حاجة نستخدمها اللي احنا قولنا preoperative assessment you can identify foam thrust reticolus there is an overall increase in epithelial fitness with a static fonias that could be a reliable early biological marker for a loss of biomechanical conure stability يعني in keratoconus الـ epithelium is highly irregular and on average it gets thicker it is thinned over the keratoconic protrusion often up to 30 microns نا قولنا الـ epithelium it thins over hills و it thickens over valleys فالkeratoconus الـ center بيبقى في كون فالـ epithelium بيبقى تند علينا واللي حواليها بيبقى تند بياخد نفس الشكل ده الشكل ده اسمه زي الدونت كده هيبقى الـ center over the apical أو هون واللي حواليها هيبقى تند الـ epithelium fitness can be useful in determining who are at risk of post operative actesia لو بصينا على الـ patient ده أول صورة دي بتاعت مثالشتال اسمانشتال الماء هنلاقي الحتة دي هنلاقي الحتة دي تي هستي تني بصينا على ما يفابلة في الـ back elevation هنلاقي الـ back elevation بتاعها عايي بصينا على الـ back mati هنلاقي الحتة دي التنين بتاعها يعني كل حتة مقابلة ليه هتلاقي هنا في تني ولم هنا في تني يبقى هنا هيبقى في تني يعني epithelial thickness mapping disruption of the epithelial layer were found in all patients with all stages of keratoponus يعني حتى لو grade 1 keratoponus الدونت's fine given by epithelial thickness map averaged over all normal ponies and each keratoponus grade departure from the normal and clear instruction is evident even in the grade 1 keratoponus but becomes more obviously with the severity او واحدة دي للمرمال تني واحدة دي للkeratoponus باين كان دونت's fine كل من grades بتاكل keratoponus بدين لدونت's fine شكرا بلي بيولة خوفة بيولة خوفة automated algorithm based epithelial trauma pachymetric profiles is used to diagnose cases of keratoponus a localized center zone of thinning xenopopona surrounded by thick epithelial minimum epithelial thickness was 42.1 microns in eyes with keratoponus and 46 microns in healthy oils. The difference was statistically significant. Then, it tends over steep portion making cone appears less steep. The correlation between the thinnest epicyllium and the... there is correlation between the thinnest epicyllium and steep scratulomometry. يعني كلما الكون يكون steep كلما النافس الحيطة دي ليقابلها في الإبتالي مالفين هاتب التنزل. هنشرحها يعني ايه اول واحدة دي الاول صورة دي الصورة بتاعت اللون الاحمر ده front corneal surface واللون الورنج في الاقة ده back surface والما بينهم ده strong surface واللون pink ده ethelium. لو بيننا عملنا patient عنده piratophonus عملنا له penta cam هنلاقي elevation والfront elevation بتاعه هاي. في sagittal section, sagittal mat بتاعه مش هايبين لانه هو الإبتاليون بيهايد الأبنورمانسيز بتاعت بس على الان ال back elevation كان بين وال difference بتاعه كان واضح قوي من احنا نشفص من ده keratophonus بالpenta cam. بتبقى المشكلة لما يبقى فيه early keratophonus ال back elevation بتاعه ما بيبقاش هايبينة من احنا نشفص من ده keratophonic patient. والfront surface كمان بيبقى الكثيليم بتاعه يعني بيكمبنساتر ال irregularity بتاعه anterior stromal surface. فالحل الوحيد ان احنا نديتكت الكراتophonus ده نحنا نعمل الكثيليماتيك. عناك الحتة اللي فيها تنين هي هي نفس الحتة اللي فيها الستيب ده. فده هيقولنا ان ده 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 patient وده keratophonus. وفي نفس الوقت بي exclude patients اللي احنا ممكن نشوك ان هي suspicious keratophonus. لما نلاقي حتة ستيب. والحتة دي يقابلها بالإكتئل mapping في thickness مش مش يعني الحتة دي thickness مش flattened يبقى ده مش keratophonus. احنا اتفقنا keratophonus. الحتة اللي فوقيها بيبقى find مش keratophonus. عشان نشرح يعني نوضح الشرح ده اكتر. احنا جلنا خمس عيانين عملنا لهم pentacam. في اتنين منهم احنا بالpentacam شخصناهم. واحد شخصناهم هو normal. والتاني شخصناهم هو keratophonus. وثلاثة احنا ما قدرناش نعرف مش pentacam هالهم التعلم من normal ولا keratophonus. وبغسلنا على الاول واحد ما نلاقي من التوكبر في بتاع قرينس. الانتير وال posterior elevation بتاعه ممتوش اي مشكلة. فشخصناه لانه هو normal. عملنا له الاكتير المابنج لقينا normal. الحتة اللي فوق اللي هو superior اللي هي تبقى find. والحتة الانتيريور هي اللي هي تبقى find. فشخصناه هو normal. تاني عيان شخصناه بالفنتا كامل انه هو abnormal. عنده isolated hot spot. وعنده anterior posterior back elevation height. فاحنا من غير اي حاجة بالفنتا كامل شخصناه انه هو keratophonus. عملناه فعلا من الاكتيريور المابنج لقيناها عدو normal site. فده معناه انه هو فعلا من غير اي حاجة. التلات حالات اللي جايين بقى اكنا بالتانتا كامل معرفناش نشخصه او شخصناه على حسب الفرامتوز اللي طلعف لنا على اساس التانتا كامل. فقلنا اول عيان ده عنده anterior steepening شوية بس anterior posterior back elevation بتاعه normal. هو جايين normal اللي هو انه حتى اللهم احمر ده ممكن يكون عشان انه ما هي اساسياتيه مش اكتر. فشخصناه على انه normal. في حال انه احنا لما عملناه الاكتيريور المابنج لقد طلع عنده donald spine. فالpatient اللي احنا شخصناه normal طلع بالاكتيريور المابنج لانه عنده keratophonus. الثاني patient شخصناه على انه هو عنده anterior steepening. الانتيريور اللي بتاعه عنده هو tongue shape. والتونج شيك ده احنا قلنا انه هو modern risk factor انه هو ممكن شخص انه هو ممكن يكون suspicious peratophonus. عملناه الاكتيريور المابنج زاد عنه. اللي احنا شخصناه بالفلتة كامل انه هو ممكن يكون suspicious peratophonus. لما عملناه الاكتيريور احنا عملناه الاكتيريور المابنج لانه هو مش peratophonus. احنا فى احنا شخصناه بالفلتة كامل انه هو normal في حال احنا عملناه الاكتيريور المابنج لانه هو عنده دون استمت. مش خصناه انه هو keratophonus. لذلك يجب ان اكتيريور المابنج لانه هو في الاكتيريور المابنج لانه هو ممكن يكون بعض الارمج. من الارتس بتاعه ويسترومات، فهو بيوضحهاش قويس. الكونتبت لانس ووربتج يعني كراتو كونس فعال كتير بنتلقبط منهم إن هما الاثنين بيحصل فيهم ستيبنينج. بس في الكراتو كونس، احنا طفعنا الستيبنينج يقابل بتاعه في الاكتير المابينج تنينج. بينما الستيبنينج يقابل بتاعه في الكونيال لانس ووربتج بثيبنينج. كونيال لانس ووربتج يمكن أن تكون مختلفة تنينج. لكن هناك فوكول إكتيريال ثيبنينج أسوشياتيه في الكونيال لانس ووربتج. أكتبت لكم أن نتكلم عليها. وبأى الرسمة الكثير لديه الهتلة أصحابي يوجد أدرك العنج من أحد الاطاق攻ب طبيب ح月يال بلي襲ه الشمسِينت طبيب Jessica وهدفة locksي جيد إلى تتنينج وحروراً 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 ديíficة هذا المدفن ولديه تنتبرة تنتездىfox في العنج oh Damitين لاحظموا ثابتيا ر whoever بالتذهب 3 months after which the corneal curvature remains stable He is correlated with the degree of refraction with treatment zone and preoperative eccotelial известно Regression is more with hyperopic ablation and it induces a more abrupt change in curvature compared with myopic ablation ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر